نجح مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الألي للقطاع المالي بالبنك المركزي المصري نجح في الحصول على اعتماد وعضوية المنتدى العالمي لفرق الاستجابة والحوادث الأمنية بعد استفاء وتلبية جميع المتطلبات التقنية وتنظيمية في فترة زمانية وجيزة ليصبح أول مركز قطاعي من نوعه معترف به دوليا في جمهورية مصر العربية يأتي ذلك في ضوء استراتيجية البنك المركزي لبناء إطار متكامل لتعزيز الأمن السيبراني بالقطاع المالي والمصرفي وتتويجا لجهود مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الألي خلال السنوات الأربع الماضية وحرصه على اتباع المعايير والمواصفات الأمنية الدولية والامتثال لها والتأكد من تطبيقها مما ساعد على نحو كبير في سرعة اكتياز جميع عمليات المراجعة والتدقيق المنفذة من قبل المختصين بمنظمة فارست الدولية على مدار الأشهر الأربعة الماضية ترجمة نانسي قنقر